موسيقى تستمعون الآن لبرنامج أمجاد الملكوت أعداد وتقديم الأخلي حيث نتعرف في هذا البرنامج على بركات وقوات ملكوت السماء الممنوحة للمؤمنين آملين أن يساهم برنامجنا بتعزيز نموكم الروحي ويملأ حياتكم بسلام الرأس موسيقى أسعد الله يومكم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج أمجاد الملكوت عنوان حلقة اليوم هو حينما نكرم بحكمة الله حينما يوهر الإنسان أشواقا للتقرب من فكر الله فهو بالحقيقة يطلب أمرا متميزا في عيني الله من هنا سيحصل على تكريم الاستنارة الذي يحتاجه كل من أدرك أنه موجود على هذه الأرض لإتمام أعمال الله كون مشاريع الله كبيرة ومتنوعة فالسبيل الوحيد لتحقيقها بحسب ترتيب الله يتم من خلال حكمة الله سليمان الملك أدرك هذا الاحتياج وطلبه فرد الرب عليه قائلا من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة ولا سألت لنفسك غنا ولا سألت أنفس أعدائك بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكمة هوذا قد فعلت حسب كلامك هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا جاء ذلك في سفر الملوك الأول الأصحاح الثالث والآيات الحادي عشر إلى الثاني عشر ما الذي فرح قلب الله؟ الجواب هو توجيه القلب من الوقتي إلى الأبدي كوننا نعيش في عالمين روحي وأرضي فإن أشياء العالمين ستعرض علينا بشكل دائم ولكوننا نعيش بالجسد فإن إغراء الأشياء الأرضية سيكون أقوى من هنا نلاحظ التيار العام يكون متجها بقوة نحو الأرضيات أما القلة القليلة التي قررت البحث عن الأشياء المختصة بملكوت السماء فهذا البحث سيكون مقدرا في عيني الله الله يبحث ويتشدد مع هكذا أشخاص أهل أفسس أظهروا توجها انعكس على إيمانهم العامل بالمحبة فكلمهم بولوس الرسول قائلا لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل الشدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل حينما يعمل الروح في الفكر يعطيهم فتاحا وفهما وحينما يعمل في الروح الإنسانية يعطيها اتضاعا وتساميا عن الأرضيات وإدراك السماويات والاشتياق إليها وحينما يعمل في القلب يعطيه حبا لله وللجميع فالقلب مركز المشاعر وحينما يعمل في الجسد يعطيه طهارة وعفة والمقصود هنا أنه حين يعمل في الفكر والعقل الإنساني يعطيه فهما للأمور الإلهية وفهما لمشيئة الله وخطط الله بالإجمال فالروح القدس يعطي للإنسان أن يكون كخليقة جديدة ويعطيه سلوكا بالقداسة فما قاله الرسول فيها ناشئ من روح الحكمة الذي أعطاه له الله ولذلك نصل حتى يكون لنا مثل ما كان له ولكن مهما عرفنا الآن فنحن نعرف قليلا جدا ومعرفة الله تزيد النعمة والسلام بل المعرفة هي الحياة الأبدية وحينما يعمل روح الحكمة فيهم ستستنير عيون أذهانهم أي تكون لهم في وعيهم القدرة على النظر إلى الأمور التي يستعلنها الروح فالروح يعلن حقائق جديدة أو تطبيقات تناسب حياتنا للآيات التي نسمعها ونحن بعيوننا الجسدية نرى الأرضيات الملموسة ولا نرى الأمور الروحية ولكن هناك عيونا داخلية نرى بها أمور الله غير المستعلنة مثل الخلاص وأموره نرى الله بالإيمان ونتمسك به لا رؤية بلا نور وكل ما يخص الله فهو في النور فالله نور وبنور الله ندرك الحقائق الإلهية والعين المستنيرة قد أنارها الله وذلك لمن يحفظ وصايا ويحب الله ويحب قريبه أن يسلك في النور والمعمودية تسمى سر الاستنارة إذ خلالها تنفتح بصيرتنا الداخلية بنور الروح القدس وخلال إيماننا العامل بالمحبة وجهادنا بنعمته الغنية المجانية تتجدد أذهاننا يوما في يوم لندخل لأعماق جديدة هل تحب الله؟ هل تسعى للتقرب منه؟ والعمل بحسب مشيئته؟ صلي معي إن أردته يا إلهي الحبيب أنا راغب بالانشغال بالأشياء المعروضة من ملكوتك والتي تعطى لنا من خلال روحك القدس فتشدد معي ساعدني في مشوار تنقية ذاتي فأحصل على استنارة تقودني لإتمام أعمالك بشكل مميز ودقيق باسم الرب يسوع حكمة الله لن تجعلك تنجز أعمال الله بحسب فكر الله فحسب بل ستحدث نموا يوميا تجاه معرفته كل هذه البركات باتت متاحة لنا من خلال عمل المسيح لأجلنا فهو الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآبي إلا بي أي لا أحد يستطيع النمو نحو معرفة الآبي إلا من خلال حكمته المتجسدة يسوع المسيح أهل كلوس اختبروا عمل الله من خلالهم وأظهروا إيمانا ومحبة فنلاحظ بولوس الرسول يصلي من أجلهم لا لكي يمتلئ من معرفة مشيئة الله فحسبه بل للنمو نحوها ونحن نعلم أن النمو يحصل تلقائيا حينما نتغذى غذاء سليما من كلمة حق الإنجيل لنستمع لقراءة من الإصحاح الأول من رسالة بولوس الرسول إلى أهل كلوسه نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين وصلين لأجلكم اتسمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم بنعمة الله بالحقيقة كما تعلمتم أيضا من أبا فراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلك كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت بن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة الله أعلن نفسه لنا في شخص الرب يسوع المسيح فكلما عرفنا المسيح عرفنا الله أيضا فالمسيح هو صورة الله وعمل الروح القدس فينا هو أن يشهد للمسيح ويعرفنا به وهذه المعرفة يعلمها لنا يوميا الروح القدس فهي معرفة نامية تنمو كل يوم لمن يثابر على الصلاة وعلى دراسة كلمة الله أي عشرة يومية مع الله في هدوء لكي نسمع صوت الروح القدسي الذي يحكي لنا عن المسيح فنعرفه ويساعدنا على النمو أن نمارس وسائط النعمة أي ممارسة أسرار الكنيسة ونلاحظ أن قوله نامين في معرفة الله أتى بعد قوله معرفة مشيئته وفهمها أي إدراكها وتنفيذها فمن يعرف وصايا الله وينفذها تزداد معرفته بالله من خلال التنفيذ العملي لوصاياه وبهذا ننمو يوميا من خلال الإنجيل المعاش فمن يفعل هذا يبني بيته على الصخر هذه المعرفة تحمين من أفكار الهراطقة وتشكيك إبليس لنا في الله وفي محبته ونلاحظ أنه كلما عرفنا المسيح نعرف الآب أيضا وزيادة المعرفة هي نمو الروحي ومعرفة الله ومعرفة المسيح هي حياة أي نظل نعرف كل يوم شيئا جديدا عن الله هنا وفي الأبدية وما نعرفه يزيد فرحنا فمعرفة الله فرح أبدي لا ينتهي وهذا في مقابل المعرفة الكاذبة التي للغنوسيين والتي يتوصلون لها بالإدراك العقلي لذلك يحدثنا هنا عن الحكمة والنمو بواسطة الروح القدس ومعرفة المسيح ومشيئة الله ومعرفة الله تعني الاتحاد به والله حياة فمن يتحد بالله تكون له حياة أبدية وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ولكي يتم هذا الاتحاد ينبغي أن نسلك في خوف الله ونحي حياة البر بطاعة وصاياه فكيف يتحد النور بالظلمة؟ أي الله بالإنسان الخاطئ وهذا ما نفهمه من هذه الآيات أيضا أعظم شعور هو إحساس المؤمن بالنمو في معرفة مشيئة الله لحياته كون هذا النمو سيعرفه بمواضيع الظلمة التي لا تزال في إنسانه القديم ليقوم بمعالجتها بمساعدة الروح القدس كوننا مدعوين للتغير نحو قامة ملء المسيح اسعى بهذا المشوار عزيز المستمع لأنك مدعو للتأثير الإيجابي بكافة المحيطين بك متى؟ بعد أن يشاهد نموك الصحيح فأنت شريك للطبيعة الإلهية وابن ووارث لملكوت السماء الدعوة للتأثير موجهة للجميع ولكن من الذي ينجح؟ الجواب نقرأه في النص الآتي من رسالة بولس الرسول إلى أهل فليبي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميز الأمور المتخالفة لكي تكون مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح مملؤين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده مفتاح التأثير هو الاجتهاد لمعرفة مشيئته بشكل يومي لكي نميز بين ما يقوله لنا إنساننا القديم والذي يقوله الروح القدس فنمتلئ بثمر البر الذي بيسوع المسيح وهذا من سيؤثر بالآخرين واحدة من وسائل الحصول على تلك المعرفة هي توفر أشواق اللهج بكلمة الإنجيل المقدس التأثير لا ينحصر بنا بل يمتد لأولادنا نقرأ عن إشعياء النبي إن الله استخدم ابنه لأعطاء رسالة لأحد الملوك لنقرأ النص فقال الرب لإشعياء أخرج لملاقات آحاز أنت وشار يا شوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار ذهب آحاز لهذا المكان ليطمئن على الموارد المائية لأور الشليمة وأرسل الله إشعياء إليه ليطمئنه برجوع البقية كانت إسرائيل قد أخذت مئتي ألف سبايا من يهوذة والله الذي يريد أن يطمئنه بأنه هو الذي يحميه أرسل له إشعياء مع ابنه ومعنى شار يا شوب إن البقية سترجع وكأن الله يريد أن يقول أنه كما يحمل إشعياء ابنه سأحمل أنا بقية المسبيين وأعيدهم ليهوذة وهذا ما حدث فعلا وعاد الأسرى اليهوذة كما نقرأ عن الطفلة التي أسرها الجيش آرامة وكان يعتني بها النعمان السرياني فأصبحت سبب تأثير أدى لشفائه من البرص لنقرأ النص وكان الأراميون قد خرجوا غزاتا فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمانة فقالت لمولاتها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه فنلاحظ أن سماع هذه الطفلة عن معجزات الرب من خلال إليشع النبي جعلها بركة للآخرين هل تشتهد عزيز المستمع لمعرفة مشيئة الله لحياتك؟ هل تطمح أن يكون أولادك سبب بركة وتأثير في حياة الآخرين؟ صلي من أجلهم على الدوام لا لتأمين احتياجاتهم الدنيوية فحسب بل لملك الله على حياتهم والعمل من خلالهم فتؤمنوا كافة احتياجاتهم الدنيوية بشكل تلقائي ودمتم في أمجاد الملكوت كنتم مع برنامج أمجاد الملكوت إعداد وتقديم الأخلي راجين أن تكون حلقة هذا اليوم مليئة بالرجاء والتعزيز شكرا